النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم متابعين نشرة الأحوال الجوية عبر أثير راديو الثورة امتداد واضح وصالح لمخفضين جوية سطحية حرارية متصلين مع مخفض الهند الموسمي مترافق مع كتلة هوائية حارة هذا المخفض الجوي الحراري السطحي مدعوم علويا بامتداد ضعيف لكتلة هوائية حارة نسبيا في طبقات الجو العليا بدأت تسيطر على المنطقة بعد انحياز كتلة القوقاز الباردة نسبيا بعد أن أثرت على المنطقة خلال أيام الأسبوع الماضي بناء على هذا التحليل لتوزع الضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون تقص اليوم الأحد مشمسا صيفيا وحارا إلى حار نسبيا ترتفع درجات الحرارة لتسجل 36 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 19 درجة مئوية تنخفض حدة حركة الرياح الغربية لتسجل 20 كم في الساعة في حين تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية بالنسبة ليوم غد الاثنين تصبح الارتفاعات في درجات الحرارة أكثر لوحا حيث نتوقع أن تلانا 37 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 20 درجة مئوية وعليه فتقص الاثنين يكون مشمسا صحوا مستقرا وحارا بشكل واضح وصريح أيضا تتحرك الرياح الغربية بسرعة 20 كم في الساعة مما يزيد الشعور في الحر بالنسبة لنهار الثلاثة تستمر الأجواء الصيفية المستقرة والحارة على مناطق واسعة من بلاد الشام حيث متوقع أن تحفظ درجات الحرارة على قيمها عند 37 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 19 درجة مئوية أيضا تتحرك الرياح الغربية بسرعات متفاوتة قد تلامس 25 كم في الساعة تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية باستثناء وقت الذرة إذن درجات الحرارة متوقعة خلال أيام القادمة ستكون بمرحلة ازدياد اعتبارا من ساعات نهار اليوم الأحد لتصل ذروتها خلال يومي الاثنين وثلاثاء مع درجات حرارة حول 37 درجة مئوية نهارا بالنسبة للتوقعات متوسطة وبعيدة المدام نتوقع أن تتابع الأجواء خلال أيام القادمة حارة إلى حارة نسبيا وحتى أول أيام وثاني أيام عيد الأطحى لتكون الطقس صيفيا مشمسا وحارا بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعة في المناطق الشرقية فإنها تزيد عن درجات الحرارة ذكرناها في المناطق الداخلية بأربع درجات مئوية أما درجات الحرارة متوقعة في المناطق الساحلية وجبالها الساحلية وأرياف المناطق الغربية من المحافظات فمن المتوقع أن تكون دون ما ذكرناه في المناطق الداخلية بثلاث إلى أربع درجة هذا كان كل ما يتعلق بتطبرات الحالة الجوية بعد مشيئة الله تعالى خلال قادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون